على بعد ثلاثة كيلو مترات من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوى تاقع قرية الجابية التي تمتاز بحصنها الجميلة ما إن تطل على مشارفها حتى تستقبلك القرية الطينية وروعة تصميمها والتي ما زالت تقاوم الاندثار وكل العوامل والمتغيرات منذ مئات السنين كما اشتهرت الجابية كأحدى أبرز الأسواق التجارية في المنطقة قديما يحاول أبناء قرية الجابية الاهتمام بتلك الحصون والمباني الطينية والحفاظ عليها من الانهار أو الدمار من خلال إعادة ترميمها وصيانيتها بشكل دوري على الرغم من عدم استخدامها للسكن وذلك بهدف الحفاظ على هذه التحف المعمارية التي تحكي لهم تاريخا من إرث الحضارة الأهالي يحافظون على هذا الحصون الأثرية طبعا السكان لا يحد يسكن في هذا الحصون خالية من السكان وإنما المحافظة عليها يعني حصون الأجداد والآباء حفاظا عليها طبعا مجهود شخصي كل أسرة أو كل أفراد يحافظون على حصن جدهم يعني يقوموا بترميمه وصيانته بلغ عدد حصون قرية الجابية القديمة أكثر من 35 حصنا في السنوات الماضية لكن ما تبقى منها حتى اليوم لا يزيد عن ثمانية حصون وهو ما جعل أبناءها يطلقون مبادرة الحفاظ عليها تمتاز العمارة الطينية بتصميمها البديعة وزخارفها الجميلة إضافة إلى مقاومتها للتغييرات ويحرص العديد من أبناء محافظة شبوة على الحفاظ على هذه المباني لما لها من ارتباط تاريخي وتراثي قرية الجابية أحد القراء في محافظة شبوة التي أمتازت بحصونها الطينية التي ظل أبناؤها محافظين عليها حتى اليوم مبادرة أهالي الجابية للحفاظ على الحصون التاريخية والاهتمام بها نموذجا يحكي تمسك سكانها بإرثهم التاريخي القديم في ظل دعوات ومناشدات للسلطات المحلية والجهات المختصة للاهتمام بالمدن التاريخية والحفاظ عليها في ظل سعي جهات متعددة لطمس تاريخ وهوية شعب متجدر منذ آلاف السنين أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة